السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام الأخوات الكريمات مرحبا بكم من جديد في قناتكم هذه القناة ديلكم مشيد يلي أننا كنهضر اسمكم ونهضر معكم تما قضايا كتهمنا جميع إذن هذه قناتكم مرحبا بكم ومرحبا بأي واحد التحق بنا من جديد في العائلة الكبيرة التي تزاد يوم بعد يوم نشكركم جميعا ونمشي اليوم الحلقة دي اليوم اللي غنخصها المخابرات بين الشرق والغرب هضرنا على التعريف دي المخابرات هضرنا على المخابرات فكوتو المقدسة هضرنا على الموسد وما سبق نشأة الموسد أو نشأة دولة إسرائيل الموسد قلنا تكون سبعة وثلاثين وخدمت مع المنظمة الصهيونية وبعد ذلك شي تعودت أسد في 1949 بعد قيام دولة إسرائيل اليوم نحضرنا على الموسد وبالصدفة وبالصدفة وانا كنت نبحث استاتيستيك في الإحصائية دي اليوتيوب ولقيت أن نحتى الناس من إسرائيل كيت تتبعونا إذا هذه مسألة مزينة هناك ناس في إسرائيل صحفيين مفكرين نهضروا على العالم العربي وهضروا ما فيها بس حتى نحن هنا العرب نهضروا شوية على إسرائيل نهضروا على دوائر حساسة دي الإسرائيل إذا الموساد مؤسسة مخابراتية بامتياز وتسيطر على جميع المؤسسات ديال الدولة هنا أربعة الأعمدة ممدة للمخابرات الإسرائيلية معلوماتيا هنا وزارة الأمن الداخلي التي فيها الشرطة فيها الشباب أمن الداخلي الإسرائيل هنا وزارة الخارجية عن طريق تمتيل الدبلوماسيا إلى آخره وكينا الجيش الإسرائيلي ومخابراته أمن التي يطلق عليها اسم أمن العبرية أي مخابرات الاستخبارات العسكرية مخابرات بحدة واستخبارات بحدة استخبارات هي جهاز ديال المعلومات مرتبط بالجيش إذن استخبارات العسكرية أمن وكينا العمود الممد معلوماتيا للموساد اللي هو تابع وزارة الإسكان من أربعة الأعمدة مميدة معلوماتيا للموساد وزارة الإسكان تقول العلاج دخل في المخابرات الإسرائيلية أن تتعرف أن استيطان إسرائيلية سياسة ومنهجة وتحضى بدعم الدولة الإسرائيلية وبالتالي استيطان سل يحميه سل يحميه ماشي البوليس فقط أو الجيش وإنما المخابرات الإسرائيلية مخابرات الإسرائيلية تعمل مباشرة تحت إمرأة رئيس الوزراء رئيس الوزراء في إسرائيل كما يعلم جميع هو الآمير الناهي في القضايا المتعلقة بتسير الدولة أما الرئيس فهو شرفي ولا يفعل شيئا ونرى تنظيم الموساد من الداخل 1999 ونصد أوتوماتيك من غير الهيكالة جديدة في أيام التي تعمل مع المنظمة الصهيونية كانت عمل تقليدي جمع المعلومات وعطيها المنظمة الصهيونية وخلي المنظمة تقر لابا لا في 1949 دارت الهيكالة علمية وعملياتية الموساد سوف نبدأ بأول حاجة هي المديرية تكوين المديرية تكوين تقوم هذه المديرية تنظيم مبارايات كل 4 سنين 4 سنين يقدموا مبارايات مبارايات تقدمو لمئات مترشحة الناس يترشحوا لكي يجتازوا اختبارات ودخلوا الموساد كدباط أو كتقنية كل 4 سنين يقدر مبارا مدة الاختبار هذه المبارا لم يترشحوا الشفاوي الكتابي والشفاوي في حال الذي ندير العرب يترشحوا كتابي ما تعلان والشفاوي ولكن تم تمدد هذه المدة الاختبارات كل 3 سنين يعني اختبارات عديدة ومتفرقة 3 سنين هما يديروا الإنسان الاختبار يتقدموا مئات بضع آلاف يأخذوا منهم يأخذوا منهم عشرين واحد يصالح لهم يعملوا الغرب كل مدة يدوزها هذا المرشح الاختبارات إلا تفيلتري تصفي حتى تصل لذلك النقعة نقول نحن نحن الذين قادرين أنهم يكونوا ضباط وقدرين أنهم يتحملوا مسؤولية الجسيمة التي تتوقع على العاتق لهم هما يصلوا العدد في كل فوج هما عشرين عشرين طالب ضابط من المخابرة الإسرائيلية يقابلهم المئات أو بضع آلاف كلهم يتقابلون بعد ذلك يمشون لهم ندراسة مع الدين تكوين اللي قلت أن الأطور دياله إسرائيلية مية في المية مكنش أجنابي ماشيش حال الدول العربية اللي كتعتمد في التكوين دياله المخابراتي على بعض الأجانب سواء جو المغريب يديروا هنا دروس أو لكنصر المغريب أو غير المغريب باش نكونوا واضحين أو لكنصر دول العربية كترسل ضباط دياله في باعاتات التكوين في مدارس السياء أو لدي الفرنسا أو لدي إنكلترا إلى آخر لكن إسرائيل لا إسرائيل تعتمد على التكوين المخابراتي المحلي مية في المية وهذا المعهد كتب فيه أهارون شيرف أهارون شيرف كتب واحد لفيتة جميلة كشعار ديال المعهد عن طريق الخداع فإنك ستشنو حربة عن طريق الخداع هنا جاي تتعلم الأساليب ديال المكر والخداع ديال الأداب والأخلاق والمبادئ والقيام نساها في الزنقاء هنا دخلت تتعلم الخداع لأنك ستخدم مصالح عليا وكي تخدم هذه المصالح عليا لا يمكن أن تغلب للمبادئ والشارعة ديال ديانة معينة أو لأه نسا ذلك الشيء كامل وتعلم التحرميات يجب أن تتعلم التحرميات وكي تلقى في هذا الطاليب هذا المعهد أو هذا الندراسة ومتفرعة إلى آخره ونظريات ودترافو براتيك يعني أعمال التطبيقية من بين هذا الأعمال التطبيقية يقول فيكترو وستروسكي هو واحد الضباط ديال الموساد اللي دير مذكير ديال وكيقول أنه نهار دو واحد المجموعة ديال الضباط دوهم إطار تكوين دوهم واحد كوميسارية داخل إسرائيل جاء واحد الضباط يقول الضرف المونيتر والجهة الحديث المعلم اللي يجيب أو المكوين أو المؤطار قالوا بأن نحن العمل سيكون خارج إسرائيل لماذا جبتونا لكم مثال سؤال مشروع ولكن كيف سيكون الجواب للمؤطار لا تكون كالعربي هنا الأسف ديما يضربوا بنا المثل ما عرف إذا تسمعونا في إسرائيل أعطونا تحليل على هذه المسألة ولم ترى إسرائيل إذا كان تصمت إصر كومنتر لا لدي مشكلة قالوا لا تكون في حل العربي الذي يقلب المغانا في الضلم ويقلب عليها في الضول شاهدوا على مثله يقلب المغانا في الضلم ويقلب عليها في الضول يعني هذه العملية الابتكال لا قادر أنه يبحث في الضلم يعني يبدل المجهود وما قادر أنه يدير شي واسيلا لضوي بهذه البلاس التي تحت فيها المغانا يعني فيها قضية معينة المغانا مجازان لكن الأمر يتعلق بقضية من القضائي التي تبحث فيها الموصد كجهاز أمني مخابراتي أمني إذا لا تقلب على المغانا التي تحت لك في الضلم وانت تقلب عليها في الضو اجيب مجموعة النظريات ومجموعة العمليات التي اهضر عليها فيكتر روستروفسكي المذكرة ومنها أنه رجل أمريكا منطقة نائية ومجموعة السكة الحديدية ومجموعة ترونة تتعرف كيف يتعرف بالفحم ومجموعة يتعرف بسرعة خفيفة جدا ومجموعة الفرس ممكن أنه الوستير والذي تعرف في أمريكا يضرب التران ويضرب عليه الصفار الصفار التي تعرف ها القديمة في التران الصفار القديمة يموت في الأيام وفي السيد كبير الشاب كبير ودخلت الحضارة في أمريكا وحنار يسمع أحد الغلاي الغلاي يغلي فيه الماء براد كبير أو كل المغرب وخاطب العرب وخاطب الناس من الغرب التي تصمت لي لقد إحصائية اليوتيوب الغلاي هو البراد الكبير ويغلي سمع الغلاي من شدة الحرار واعتبر أن الغلاي ممكن أن يسبب المشكلة يحرس و أخي أن المدرسة أول مدير أهارون شيرف أعدت إعدادا سليما مخابراتيا نظريا وتطبيقيا الموظف الذي هو الضابط الموصد الذي يعمل في عملية داخل وخارج إسرائيل سنجد المدير المدير المكلفة تكوية العمل العمل تقسم ثلاثة أقسام السيانيم 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 هم المساعدين يتم اختيارهم من بين اليهود سواء داخل إسرائيل أولى خارج إسرائيل يسمون مساعدين يتم اختيارهم الجنيد الإجباري الجنيد الإجباري المخابراتي لمدة أربعة سنوات لماذا يختارهم هكا؟ قلت في واحد المرة أنه مثلا داب الموصد دارت عملية واحدة من المدينة معينة من دولة معينة تضرب شيء واحد منهم يخصون طبيب ما سيقوم به هالطبيب ديال دك الدولة مستشفى دك الدولة إذا عندهم طبيب في اللائحة ديالهم دك ربع سنين قدروا واحد اللائحة فيها المغرب كان طبيب فلان فلان فلاني وكينة رجل أعمان فلان فلان وكينة اللي عنده شركة هنا واللي يعني اللي عنده الديور واللي عندهم لائحة يعتمدوا على ذلك الناس اللي كي ساعدوهم زيادة على أنهم كيمدهم معلوماتيا أنا أنا جوج ديال المسائل كيمدهم معلوماتيا هذي مسألة ثانيا أنهم كيددخلوا إلى تنشي عملية من العملية ديال الموساد هما اللي كيددخلوا باش كي يحميوا الضباط يقويوهم عندهم أو يقدموا له مساعدات لوجيستيكية إلى آخره هادو العملاء السيانين هادو ثانيا كنا العملاء من الأوروبيين واللي كيتطلق عليهم واحد الاسم حراكي النمل الأبيض هما هاد النمل الأبيض هما الأوروبيين اللي كيعيشوه كيقتنوه داخل مجموعة من الدول العربية مثلا هنا مثلا في المغرب فرنساوين وخوة فرنساوين يمكن أن يخدم مع الموساد إسباني يمكن يخدم مع الموساد إلى آخره عملاء أوروبيين يخدموا لصالح الموساد يتم تكليف ديالهم إما بجمع المعلومات أو بإرسال رسائل أو يديو طروض أو شيء من هادو القبيل هادو العملاء يسمون النمل الأبيض دينة ما المرحلة الثالثة أو ليس المرحلة الثالثة العملاء الثالثين هما العملاء العرب هما يسمى عليهم يطلقوا عليهم عفوان الجوهرة السوداء لابير النوار لش يسميهم لابير النوار لابير هي الجوهرة والجوهرة تكون تامينة تحافظ عليها إذا هادو العملاء العرب تكونوا خوانة بلادهم خوانة يجيبوا معلومات لصالح الموساد إذا هما خوانة وكنشوفوا أن التاريخ ديال الحورب العربية الإسرائيلية كان ماليء بالخوانة ما صروا فيها خوانة والملفات ديال المخابرات العامة المصرية طارت مجموعة ديال الملفات ومجموعة ديال الأسماء اللي ادارت عليها أفلام ومسلسلات إلى آخره ديال المجموعة ديال الخوانة اللي كانوا كيعملوا لصالح المخابرات الإسرائيلية واخر كنا عمالة وخوانة بارتوا في العالم العربي اللي كانوا كيمدوا ناظر أموال باهضة وامتيازات وكيحاولوا أنهم استغناء وضغياء إذا هالعمالة تسمى الجوهرة السوداء نظري للأهمية ديالهم اللي كانت تستاذهم الموساد وكتجندهم الجنيد محكام ويتعلموا الكتابة بالحبر السري ويتعلموا الإرسال والاستقبل ديال المكالمات بطرق المشفرة يقوموا بأدوار يعني يتحروا الخبار كيف يجيبوا الخضاء الخبار كيف يكلاسي الخبار كيف يكلاسي الخبار يعني كيف يكلاسي الخبار كيف هو معلومة كيف معلومة خطيرة ويكلاسي الخبار ويكلاسي الخبار ويكلاسي الخبار والدرجة الخطورة والأهمية المرتبطة بالضرفية وبالوقت ثم كنا واحد المديرية هدرنا على العملاء كنا مديرية أخرى اسمية للأبحاث هذه المديرية فيها خمسة ديال البنايات كل بداية خاصة بقارة بعينها مثلا بناية اللي فيها القارة الإفريقية كنا مكاتب كل مكتب مكلف بمجموعة ديال الدول اللي كتنتمي لدك القارة يجمعوا عليها معلومات اقتصادية وسياسية واجتماعية وتقافية إلى آخر يخص كل دولة دولة إسرائيل خاصة تعرف عليها الشدة والفدة وتعرف عليها كل شيء هنا تصرف أموال طائلة لماذا؟ لخدمة مصالح إسرائيل الدول العربية لا تدرش شيء الربع لا تدرش تجوش في المئام هذا الشيء الذي تدره إسرائيل لتحسن رأسها وتخدم مصالحها إسرائيل عملها كل البناية خاصة بقارة معينة وذلك البناية فيها مكاتب كل مكتب مكلف بمجموعة ديال الدول مثلا أعطيكم مثلا مكتب مكلف بالمغرب والجزائر والتونس والليبيا ومصر أو لا مصر لا مصر عندهم مشاكل معها بزاف وخاكين تطبيع وخاكين تطبيع ماشي رسمي ولكن مصر عنده أهمية خاصة لأنها ملاسقة ومجاورة الإسرائيل إذن عنده واحد المكانة خاصة تخصص له مكتب خاص بينما دول أخرى هنا مجموعة ديال الدول اللي مكلف بها بواحد المكتب إذن كل بناية فيها مكاتب اللي هي مكلفة بمجموعة ديال الدول اللي كتجمع لهم معلومات اقتصادية سياسية عسكرية تقافية إلى آخره كل ما ينفذها هنا مديري اخرى من مكاتب تحرر الفلسطيني وملا ادرك ما من مكاتب تحرر الفلسطينية transformer force وعرف أنه ناطق رسمي باسم الشعب الفلسطيني كان منظمة تحرير الفلسطينية منظمة تحرير الفلسطينية تجد اهتمام خاص من طرف الموسى منظمة تحرير الفلسطينية وعطيها اهمية قصوى وعطيها من الموسائل اللوجستيكية ما يكفي بالنظر الحجم وخطورات منظمة تحرير الفلسطينية ويمكنك تعتبر هذه المديرية هي جهاز مصد مصغر فيه واحدة خطيرة اسمه تاكيدون هي واحدة اغتيالات هنا نقول لكم واحدة ينسيس ما قلتاش في الأول الموسى تقوم بها 3 ديلة المديريات مديريات ديلة المعلومات تتكلف بجمع وتحليل المعلومات و ترتيب ديلها و تصنيف ديلها و وضعها في الخانة المناسبة ثم كنا مديريات اخرى هي هذه المديريات الكبرى المركزية مديريات اخرى دين العمليات ماذا هي هذه العمليات؟ هي أي معلومات جات و ترتب عليها عمليات ينضم هذه العمليات تتبع المراقبة والاغتيال إلى آخره كانت هذه العمليات وكانت مديرية أخرى مديرية المعلومات والاستعلامات ومديرية العمليات ومديرية الحرب النفسية لها دور كبير في إضعاف الشعوب إشاعات خلق بلابيل وقلاقيل داخل المجتمعات وداخل الدول إلى آخر هذه المديرية كانت تلعب واحد دور كبير داخل الموسط أن الضعف المعنويات ديال الشعوب العربية وتنوض مشاكل وتختلق مشاكل وتنشر أفكار هدامة إلى آخره هذه حقيقة أنا كنقول أخي تسميت علي اللي بغيت تسميت علي هذه الحقيقة والحقيقة توقع سولا فيريتا كي بلاس هذا هو واقع والإسرائيليين عارفين أن دولتهم تخدمها إذن كنا هذه المديريات الثلاثة كنا 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 مديريات كنا وحدة أو مديرية مصغرة ديال منظمة التحرير الفلسطينية وكتحينا على وحدة ديال الغتيالات الوحدة ديال الغتيالات اللي هي تابعة العمليات المديرية المركزية ديال العمليات هذه الوحدة ديالات قامت بمجموعة كبيرة من الاغتيالات منها ست اغتيالات ستة اغتيالات بحق زعاماء عرب منهم المالك فيصل ومنهم عبد الله الأول ديال الأردن ومجموعة أخرين ديالروسطين تأغنور السادات يقولوا أن الإسلامين أو الإخوة المسلمين في مصر ولكن ما تبتش على الإخوة المسلمين في مصر حقيقة أن هناك المسائل أخرى اللي يمكن المصريين ما بغين شيء يهدروا عليها القادة ديال مصر ما كان نهضرش على الشعب المصري أما الشعب المصري دائما يريد الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة متاحية الشعب المصري وجميع الشعوب العربية أينما وجدت أي خريطة أو أي تموقع جغرافي كانوا جهلوا متاحية من هذا المنبر إذن قتلوا استادي الزعماء العرب وكذلك مجموعة من الاغتيالات من 72 هنا نهضروا على الفترامبين 72 إلى 2019 إلى 2020 ما هو آخر اغتيالة ديال الموسد؟ لا، في 2022 بدأوا 72 كانت وقعت واحد الحديثة في ميونيخ ألمانيا الذي يشاركوا اللعابة الإسرائيل يشاركوا في الألعاب الأولمبية في ميونيخ في 1972 هذا كانت مجموعة من منظمة أيلول الأسود الفلسطينية باغتيال وقتل ذلك اللعابة ديال ديال إسرائيل هنا جولدا ماير تزامنت هذه الحديثة مع الوافاة الختاة جولدا ماير رئيسة الوزراء الإسرائيلية صوروا أن رئيسة الوزراء رفضت أنها تقبل العزاء فختا إلى حين يتلقي ذلك الناس كم المسؤولين من قريب أو من بعيد على المقتل المجموعة الرياضين الإسرائيلي وهنا جولدا ماير ستدعي مدير المخابرات وقائد الجيش ورئيس الأمن الداخلي إلى أخير ستعمل اجتماع مصغر في البيت مصغر ويجب ضابط بارز في الموساد الذي أظن أنه كان يعمل معه ضمايير وقائد معه اتفاقية لأنه سيقوم بالغتيال للعبة الإسرائيل وقائد معه مصغر 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 وهذا ما قلت مصغر لأنه لا يكون إنسان ضابط ويخدم مع المجهز المخابرات يجب مصغر لماذا؟ أنا أسميته لا يقول الزواج العرفي أنه زواج لا يفهم وقرأ القرية وفهمه ضعيف الزواج العرفي وهذا دخاني أنا شبهت هذا الكنترا بالزواج العرفي الذي يتم عن طريق كتابة ورقة بين رجل ومرأة وغالبا وغالبا ويقبط 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 المخابرات تعمل معك الكنترا ولكن لا تعطيها لك تبقى عندها ثاني في الكنترا إذا أنت تعمل معهم جيد ولكن الكنترا يخبعها في الجنب ويقول لك تبقى أنك خدمت معهم هذا هذا ما تدروا معها الضبيط هذا أو تفهموا الله يرضى عليكم شيئا ما يمكننا تعطي الخطاب الجامع أن نرى من خلال تعليقاتهم أن المستوى الفكري ودكاء ممتاز قلت أن أعطوا للسيد وقالوا سأقوم بمعك كيف يدير هذا لا يمكننا أن تخطي الخطاب بأنك أمام الضبيط 300 أو 4 من المستوى ورمي من المستوى ونالتنا لن تخطي خطاب لا يستطيع تعمل تعمل في جهة خطابة تعمل خطابة 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 او الناس اللي مخططين معهم وخططوا لهذه العملية الى اخره تخسرت ذاك الوقت ملايين ديال ملايين ملايين كثيرة ذاك الوقت سبعين كانت الفلوس عندها قيمة ولكن تخسرت إلا ما أقول ملايق ديال السنتيمات ديالنا نحن تخسرت على هذه العملية ثم جاءت من بعد منا واحد المجموعة ديال الغتيالات الغتيال ديال المحمود الهمشاري ممتن منظمة تحرير الفلسطينية عن طريق تفجيري هاتفه عبوة ناسفة في الهاتف اغتيال في نفس السنة اغتيال غسان كنفاني في بيروت عن طريق عبوة وضعت في سياراته واحد في الهاتف ديال وفرقعه واحد في طنوبيل دياله 1648 اغتيال خليل وزير خليل وزير اللي كان اسمينه ابو جهاد منظمة تحرير الفلسطينية تونس مشاوح الكوموندو من اسرائيل حتى الشواطئ التونسية ودخل وصفها له ومشابها له يولو 1692 اغتيال ديال عاطف بسيسو في باريس 94 هاني عابد احد الاطور ديال الجهاد اسلامي هو التقتل في تونس علش تونس بالضبط ان تونس منظمة منظمة تحرير الفلسطينية كان استقرات في تونس عندهم مش فين يكونوا في فلسطين تونس احتضناتهم ايام ديال بورقي باقبل ما يكون زيل العابدين بن علي ثم كنا قدنا في 92 اعاطف بسيسو في باريس تقتل 94 هاني عابد ومن اطور ديال الجهاد الاسلامي في تونس كذلك 95 محمود الخواجة مخيم الشاطئ بغزة 95 فتح الشقاقي واسم عروف زعيم حركة الجهاد الاسلامي في العاصمة المالطية كانت تقتل في العاصمة ديال مالطة 96 يحيا عيش الملقب بالمهندس في مشروع بيت لاهية القريب من مخيم جباليا عن طريق عبو ناسفة في الهاتف المتنقيل مجموعة ديال الاغتيالة كثيرة 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 جدا لا حصر لها ولتلدى بكين اخرها ديال الجنيرال ايراني مجموعة ديال الاغتيالة تقرى ليمكن ما تتداولش في الاعلامي انها تكون ظروف ماشي مواتية انها يتم الاعلان عليها الخوط اسرائيل الاغتيال عنده معادي وهذا الشي قالتو حتى وزيرة ديال الخارجية دياله متسيب بيليفني قالتو واحد كلمة جميلة ماشي جميلة نقول انها معها لا كلمة جميلة حق بلادها انها مستعدة تكون عاهرة والدولات بعد المواقع انها كانت عندها علاقة غير شرعية يعني لايلي حمراء بوزاتان بعض القادة مع بعض القادة ديال العرب وبعض السياسيين منهم شي واحد من منظمة كريطة سطينية وبطبيعة الحال غتبتزهم بذلك الاشريطة الى اخره اذا قلت لهم انه مستعد انني نكون عاهرة وقاتلة في سبيل اسرائيل ترمنا هذا الزينة حرام في ديانة اليهود الزينة والفساد والبغاء حرام ديانة اليهودية ولكن نظرا لخدمة المصالح ديال البلاد العليا الحاخم الاكبر ديال اسرائيل قلن بان اي مرة مرسة الزينة مرسة الزينة مع اي كان من اجل خدمة مصالح اسرائيل الزينة ديالة ما كيف تعتبر الزينة هذا هو قلع عحشم يقول انه جيهال ما علينا المهم هذا تفكيرهم شغلهم هذا اذا الناس كتعمل ما بيوسعيها من اجل خدمات المصالح لعوية ديال البلاد صوروا ان اسرائيل البارح وهما حفنة ديالناس مترشين في العالم قدروا يوحدوا الصف وفي اليالهم قدروا انهم يديروا الدولة من لا شيء والضامة صهيونية جمعة ديال الجيش لها جانا الناس يهود في كل مكان داروا ليد في ليد وصرفوا على بلادهم احنا كنسرقوا بلادنا هم كانوا يخدموا ويعطيهم لكي يأسوا الدولة احنا اسسنا الدول ديالنا وكنسرقوها شو الفرق هذا الحقيقة الخوط لا نكتبوها الناس كتقتل وكتسرق وكتزني لصالحي بلادها احنا كنديروا كل شيء ضد بلادنا ضد البلدان ديالنا مشي على البلاد ديالنا احنا كنديروا كعارب ضد البلدان ديالنا كنخونوا القضايا الوطنية كنمشي مع العدو اللي هو عدو خيكون كده حكنا حكينا استراتيجيات كنت تخدم هنا كنخدموا بالعكس اليهود لا يخدموا يديروا كل شيء من أجل بناء الدولة والحفاظ على الدولة دولة اسرائيل تأست من والو خيكونوا كيسمعوني اسرائيل تأست من لا شيء وقدرت أنها تأسس وبقت قاوية لش بجهود أبنائها الحب ديال اليهود كلهم بإسرائيل والعمل ديالهم بتفاني من أجل الحفاظ على أمنها وامتداداتها في استراتيجيات هذه حقيقة نحن لا نحن كل واحد يضرب على راسه والفسد لا يريد أن نواجهه لا يريد أن نجابه وكان نفقه بعضنا وكان نفقه الدولة وكان نسكتو على الحقيقة بينما في إسرائيل لا موشي كاتساف رئيس الدولة تابعوه طح الرش وتابعوه بالفاسد استعاوه البوليس هذا الرئيس العربي الذي سيقدر استعاوه البوليس يقدم المحكمة وقدم المحكمة ودعوه للحبس ناتانيا هالمرأة التي فات سيحكمها أو بدأت المحكمة لك أنت على مجموعة هدايا كدير هدايا معطاوه لا ديور ولا عمارات ولا قرأة الشمباني والفن والشرب بواطة ديالسيقار ناتت عليها الدنيا ومنزلتش معتبروه أنها فاسد إسرائيل قدرت وكلك وتشربك وتساريك رئيس الوزر إذن هنا مسائل كالدار من أجل الحفاظ على الصيرورة ديال الدولة وتقوية الدولة أن الفاسد هو اللي يضعف الدول ولكن هالناس قدروا أنهم يخلوا دولتهم قوية بالحب ديالهم وبالحب لانتماء البلادهم وبمحاربة الفاسد إذن من بعد هذا الشي اللي هدرنا عليه سنضروع له واحد المسألة ما دام تتأسد دولة إسرائيل وتأسد الموسد كمؤسسة أمنية رفاعة المستوى عشنا نخصنا نعملوه في إطار تبادل المعلومات وفي إطار تمتليات المخابراتية تم إنشاء واحد المجموعة ديال المكاتب خارج إسرائيل هنا واحدة أمريكية خاصة واحدة أمريكية فيها مجموعة المكاتب دارت في أمريكا وهي أمريكا الشمالية وفي أمريكا الجنوبية مجموعة هذه الدول هذه الأمريكا الجنوبية غواتمالا برازيل فيرو إلى آخر ثم هنا واحدة الشعبة التي كانت نشطة كثيرا هي الشعبة أ الشعبة أليف التي كانت في أوروبا كانت عنده مكاتب فرع في إيطاليا في البداية الموسى فرع في إيطاليا ومكاتب واحدة في روما واحدة في ميلانو لماذا؟ أن العرب يضربوا على العرب الذي كانوا يتم في ميلانو وفي روما ثم مكتب في إسبانيا كانت فرع في إسبانيا كانت مكتب في مادريد وبرشلون وسيفيا وجزيرة الخضراء فرما المغريك ثم كان الشعبة الشعبة كانت مكاتب في مارسيليا فرع في فرنسا وكانت مكاتب في مارسيليا ومارسي ومارسي وفاريز وكانت في البنليوكس كانت مكتب في أمستردام ومكتب في بركسل ثم كانت الضباط المتنقلون البلدان التي لم يكن يمكن أن يقوم فيها مكاتب أو فرع وفرع العلاقات الدبلوماسية ومكاتب مثلا في مصر كانت في حرب مع إسرائيل لا يمكن أن يقوم بإسرائيل في مصر أو مكتب إذن كانت مجموعة الضباط المتنقلين ومصر وليبيا وقبرص الضباط المتنقلين الذين يمشون عند العملاء إما يتسلمون من عندهم أو يوصلون لهم تعليمات إلى آخره إذن كانت فرع ومكاتب في أوروبا وفي أمريكا بينما الدول العربية التي كانت عندها صراعات مع مصر أو حتى لم يكن عندها صراعات مع مصر كانت بقى اللحمة العربية في الأوج إذن لهم ضباط لم يكن تنقلون ثم كانت مديرية تقدم المكاتب هنا تكون مديرية آخر تقنية المديرية كانت محطة الاتصالات الاتصالات إلى الستاسيون راديو في القشلات وفي إدارة الاستخبارات إلا أن الإدارة المخابراتية تتعدد ما كانت الاتصالات وفي المحطة الاتصالات في كوميساريات في مركز الأمن أو في التكنة العسكرية إلى هنا جهزة متطورة التي تمكن من رصد المكالمات من التقاط المكالمات والرسائل وتلقي الرسائل مشفرة إلى آخر هنا في هذه مديرية الاتصالات كانت واحدة الاتصالات الستاسيون راديو وكانت واحدة تصنط كانوا يتلقوا عليها أبان تصنط 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 توجد المقر في إسرائيل أي عملية كانت في أي بلاسة وسائل المتوفرة فيها يعني اللواق أو اللاق تستخدم التصنط لا يتم الاستماع له داخل الدول مثلا تصنط شي حاجة في فرنسا هي تسجل فرنسا ولكن فين تصنط عليها تصنط عليها في تلعب الوسائل جد متطورة هنا واحد الواحد بدأت بها إسرائيل تهي في قطار العمل التقنية هي الكتابة وهذه الواحدة تتول تدريب العمل على جميع أنواع الكتابة بالحبر السيري مثلا الحبر السيري والدبدابات الفريكونس والدبدابات والشفراء والدبدابات الهيردز والشفراء إلى آخر بأجل التحضير لهم البعث واستقبال المعلومات التي في الدرجة الأولى تخدم الإسرائيل عن طريق مدها بالمعلومات اللازمة ولسيما عن الدول التي كانت عندها موجهة مع إسرائيل قلنا المنازل الآمنة والمكاتب الموسط خارج إسرائيل تعرفوا أن الكثير الناس يظنوا أن المخابرات تكون في الصفرات الصفرات العالم كامل الدول العالم كامل لا يوجد بها مكاتب المخابرات هذه نعطيها لكم لكي نأخذ معكم الرحمة الوليد القنصلية والصفرات فيها ضباط وارتباط ما هو ضباط وارتباط وليس العسكري لإطار العمل والتنسيق العسكري مع الدول التي توجدون فيها تنسق بين المخابرات ومن المنازل الأمنة المنازل الأمنة التي توجد الضباط العمليات التي يقومون بجمع المعلومات وتحضير العمليات إذا كانت لم تكن عمليات هذه المنازل الأمنة لا يصل إلى الصفرات لكي لا يتحرق إذا كل في الصفرات هنا ضابط الارتباط الذي تسمى أوفيسي دو ليازون الارتباط الملحق العسكري ملدت ملدت هذا الضباط جاءت مغربي أو جزائري أو تونسي أو مصري شيء تهدد بلادك وهذاتك النفس ومشي تلصف رضي بلادك وإذا نريد الملحق العسكري سأدخل لديه معلومات ما تال شيء تهدد المدينة أو البلاد أو عملية خطيرة ستتم وقدر نتعلم عن قناعة هذا الضباط لا يعطي خط من خيط لا يأخذ ما عندك المعلومات وقل أن تصل بي وهذه المعلومات ما عندهم يدر بها هو يحملها عن طريق المراسلي ويصردها لسيف هاوس لهذا المنزل آمن يقع خارج السفراء القنصلية بعد هذا الناس يحاول التصل بك بعد ما يأمن رقليك يعرف أنك مراقب ويعرف أنك سليم ويبحت بواحد اللي يبحث عليك داخليا وخارجيا لديك الدولة اللي انت فيها والدولة اللي هي تنتامي لها يعرف أنك نقيا أو ماشي نقيا وش بوض بانان ديرين أو ديرين أنت طعم باش طيح إذا هذ الناس يعملوا بحث عليك وهم اللي يتصلوا بك هنا واحد الوحدة غريبة هي واحدة تزيف الوثائق موساد عندها واحد الوحدة تزيف الوثائق طبعا أنا كارجع لمذكرات فيكتور روستروسكي هذه الوحدة هي تقنيين اللي يخدموا على أساس أنهم يوجدوا الوثائق الثبوتية دير كل واحد ضابط إسرائيلي يخصنا يمشي في فرنسا سنعدلوا باسبور بلغاري ما شي باسبور بلغاري بمعنى أنه يشبه البلغاري حتى الطينة الوراق اللي يمصوب باسبور بلغاري عنده متمة لكي يتعرض باسبور بلغاري يقبطه بوليسي أو ديواني في بلغاريا لا يفرق بينه بينه نفسه النوعية الوراق النوعية الأختم الأحبار المختوم بهذا الجواز إلى آخر كل شي هذا الوحدة تقوم ضرور خطير إنجاز الوثائق وحتى الوثائق اللي بغوا يعطيوها البلدان أخرى مثلا البودبانان التي يزلقوهم بها هذه الوثائق تختلف من بلاد البلاد وكتختلف طبيعة الحل طريقة الصناعة هذه الوثائق هذه والجوازات كان فيها ثلاثة درجة كان الجواز الذي يتم جواز الدرجة الأولى والذي يتم صناعته أو تتم صناعته داخل المختبر الإسرائيلي 100% هنا جوازات الدرجة الثانية التي يجيبها من المصالح الخارجية من الدول إسرائيل ستجلب باسبور بالجيكي ستجلب باسبور بالجيكي وخاوي وستملأ الفراغ المعلومات 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 السمية معينة وصيفة معينة وترسل به هذا الإنسان إلى بلدي معين بوحد الجواز الذي جلبته من البلد الأصلي بلجيكا ستجلبه من البلد أخرى سأحرس هنا والحلقة الجيدة سأضر على تنظيم من المنازل الأمينة وإن أمر أخرى لتنظيم عمليات المصاد هدرنا على الاغتيالات ولكن سأضر على عمليات المصاد عمليات إدارتها ببعض الدول قطعها ببعض الأجهزة وبعض الأنظيمة ونضر على مسائل أخرى لتنظيم المخابرات الأمريكية ومبعد المخابرات العربية الحلقة للمخابرات العامة المصرية أخوتي كنتمنى لكم دائما صحة العافية وطول العمور والله يحفظكم من كل شر وأنتم ما تنسونيش كذلك بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته